السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلاميدي في سنة الأولى متوسطة لحتى أولياء تلاميذ لم يشاهدوا فينا كالعادة معكم الأستاذ يسمين ويلا أبنائي وبناتي إن شاء الله اليوم نشوفوا ملخص ومراجعة شاملة لجميع دروس الفصل الثالث في مادة اللغة العربية طيب أبنائي وشو معتها ملخص كامل معتها رح نشوفوا جميع الدروس سواء لا رح تحلي فرض أو اختبار الأنماط الأسئلة التي تتكرر إلى غير ذلك يلا أبنائي نبدأ بالأنماط المقترحة معتها النصوص لحيطي حولي وش حيكون النمط ياخي وش عالنا عندنا كل فصل فصل أول ثاني ثالث عنده نمط خاص به مثلا نستخدم النمط الحواري النمط الوصفي وهكذا إذن الأنماط المقترحة ولك يسألني سؤال ما هو نمط النص في الفصل الثالث عندنا نماطين باكما نروحوش بعيد نقعد أخر في هاتزوج ونشوفوش كل واحد فيهم راني نهدر عليه في النص يلا نبدأ بالنمط الأول وهو النمط الوصفي يلا سهلة جدا نمط وصفي وش معنتها؟ معنتها أنا أصف شيئا أو أصف شخصا أو أصف منطقة إلى غير ذلك إذن كيفاش نعرف باللي راني فيه؟ ينقل لنا الكاتب صورة عن شيء أو شخص أو مكان نقلا أمينا كأننا نرى تلك الصورة أو ذلك المشهد معنتها ما يزيد من رأسه ما ينقص معنتها يعطيني وشف ويعاودي يكتب ما فهم؟ إذن هذا قلنا بالنسبة للنمط الوصفي تعال شيء أو شخص أو مكان ما هي الخصائص لأنه يقدر يقولي هات نمط النص ودل على مؤشريني ولا خاصيتين منه؟ إذن يلا الإكثار من النعود والتشبيهات النعود معنتها الصفات نكتبو كلمة نعود ولا نكتبو صفات كيف كيف إذن يستخدم الكاتب التشبيهات والصفات كثيرة استخدام الأفعال الماضية والمضارعة توظيف الأسلوب الإنشائي وما هو الأسلوب الإنشائي معنتها؟ أمر التعجب النيداء النفي إلى غير ذلك الدقة في التصوير إذن كي نلقى باللي يراه كثير من الصفات تشبيهات استخدم كثير من الأفعال الماضية والمضارعة واضف الأمر التعجب إلى غير ذلك معنتها الأسلوب الإنشائي ونلقى دقة في التصوير معنتها يعطيني الصح والشاف إذن نعرف باللي يراني في النمط الوصفي ونلقا 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 ومثلا في القصص الروايات المواضيع العلمية إلى غير ذلك مفهوم يلا ننتقل إلى النمط الثاني وهو النمط السردي السردي مع أنت واحدة ويحكي لي هو ذكر تتابع الأحداث والأقوال والأفعال في القصة أو الرواية حسب ترتيبها الزمني مع أنت ما يروحش أنا يعطيني مثلا ويحكي لي قصة يعطيها لي من نهاية تحام بعد يروح للأولى ويعود لي للوسط لا حسب ترتيبها الزمني مع أنت كيف حصلت هذه القصة في ذلك الوقت مفهوم إذن أو يسبب لي يحكي لي خصائص هو مؤشراته إذا قال يعطيني الخصائص والمؤشرات كثرت أدوات الربط ظروف الزمان ظروف المكان مع أنت هذه بشي يقدر يحكي لي مفهوم سيطرت الأسلوب الخبري مع أنت ما عندوش حاجة إنشاء اللي يقدر يدير الأمر أو التعجب أو النداء أو النفي إلى غير ذلك مع أنت يخبروني قصة ويحكي لي فيها هذه هي التنويع في الأفعال الماضي والمضارعات لاحظوا بلي هذه النقطة كينا في جميع الأنماط تقريباً استخدام الضمير المتكلم أو الغائب مع أنت المتكلم إذا هو رويه دروا للغائب إذا ويحكي لي على حاجة ما كشه تتابع الأحداث وتسلسلها حسب ترتيبها قلنا الزماني نفهم إذن هادو بالنسبة إلى خصائص النمط السردي اللي قد مع أنتها ويحكي لي وينصيب بكثرة قلنا في القصص الروايات الأخبار وقائع لسنصي الحاجة أو يسرد لي فيها أو يحكي لي عليها هذه هما الأنماط اللي نقدر نلقاهم قلنا في الفصل الثالث ننتقل الآن إلى الدروس اللي نقدر نشوفها إذن أول درسة نقرأ وهو الفرق ما بين المفاعيل والحال وشنوما المفاعيل؟ المفاعيل كامل تعلغة العربية اللي هو المفعول به اللي قرناه من ابتدائي المفعول المطلق المفعول معه والمفعول لأجله هادو قاع نفرق بيناتهم مع الحال إذن يلا شوفوا المفعيل السهل منها ما كاش تبعوني مليح ابنائي بيش ما نخلطوش بيناتهم إذن المفعول به وش قلنا كيفاش نعرفه هو اسم منصوب معتها ينتهي بفتحة مستحيل أني نلقاه ينتهي بضمة أو سكون أو كسرة ما فهم؟ يدل على من وقع عليه الفعل يلا هدي ما تهمنيش نعطيكم لا السوس ولا الحاجة اللي نقدر نخدم بها ونعرف باللي مفعول به هو نطرح السؤال ماذا؟ إذا قدرت نطرح السؤال ماذا؟ وأجبت عليه معنى تهان جاوب عليه صحيح فهو مفعول به نخده مثال فهم التلميذ الدرسة نطرح السؤال فهم التلميذ ماذا؟ إذن شوفوا فيها فتحة إذن فهم التلميذ الدرس إذن فالدرس مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخرين هذه قولوا السادة سهلا ننتقل إلى المفعول الثاني وهو المفعول المطلق هذا أيضا من أسهل خير من المفعول به إذن هو مصدر منصوب كامل منصوبين معتها كامل فيهم فتحة في الاختبار ولا في الفرط سيستطروا لي وأنا نشوف وش من المفعول أنا نهضر عليه إذن عندك المفعول المطلق فاش نعرفه لأنه يذكر فعله قبله من نفس النوع شوفوا له هنا قرأت النص قراءة كتبت النص كتابة أكلت الأكل أكلا عفوا إذن دوما يجو كيف كيف تكتبوا كيف كيف إذن دوما عبينا نقول لكم قرأوا مش الكلمة فقط ليعطيها لي وإنما الجملة كاملة باش نشوف إذا كيف كيف لقيتم كيف كيف إذا نقول قراءة مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره يلا ننتقل إلى الثالث وهو المفعول معه معه جاي مع كلمة مع أنا مع واحد ولا أنا مع أختي أنا مع زميلي مع زميلي مفعوم يلا كيف كيف اسم منصوب مع أنتها يأتي فيه فتحة يأتي بعد واو المعية اللي بمعنى مع كين وحد الواو اللي هي واو الربط وكين واو المعية واو المعية نعم نقول لها واو المعية جاي بمعنى مع نعطيكم مثال ذهبنا وطلوا على الفجر يقولكم ذهبنا وطلوا على الفجر مشي مع أنتها أنا ومع طلوع الفجر أنا نمشو كيف كيف ورحنا لا ذهبنا مع طلوع الفجري لونك تلاحظوا باللي الواو هذي نقدر نديرها في بلاس الواو نقدر ندير معه ولا يختل التوازن تا الجملة تاعي إذن طلوع كيفش نعربها نعربها مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخري رفهم يلا الرابع والأخير هو المفعول لأجله كيف كيف مصدر منصوب معتها فيه فتحة في الأخير يبين سبب حصول الفعل معنتها لأجلي ماذا فعلت ذلك الفعل من أجلي ماذا هذا هو مفعول معه وطلحته عفوا مفعول لأجله كل واحد يتكتب على حسب الحاجة اللي يقوم بها ناخد مثال ذهبت للطبيب قصد العلاج إذن ذهبت للطبيب لأجلي ماذا إذن القصد مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخري ولا نقول من أجلي ولا لأجلي كلاهما صحيح إذن الإعراب تحا سهل كذلك مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخري وفهم إذن يلا كمت مع المفاعل أنتقلوا إلى الحال قل أستاذ علش درنا المفاعل هادو في ربعة والحال في درس واحد لأنه الحال كذلك يقدر يتخلط لي مع هذا الربعة لكن كيف كيف أنا أحنا أعطيكم كيفاش نعرف الحال ما نخلطوش مع الأخرين إذن الحال هو اسم منصوب كيف كيف ما عندها ينتهي بفتحة يبين حالة صاحبه حين وقوع الفعل المات كيف رهي الحالة تعو ونعطيكم الحاجة اللي نعرفها نطرح السؤال كيف إذا طرحت السؤال كيف وقدرت أجيبها هو حال وزيدوا كين تلامت كتير اللي يتخلطوا لهم الحال والصفة دم منصفة أبنائي طويلة ما فهم كي نقول هذه شجرة معمرة أو هذه شجرة طويلة إلى غني ذلك طويلة حتى قعد طول حياتها طويلة ما فهم أما الحال فينتهي تمتم مع أنتها ما يقعدش كثير كي نقول لكم خرجت من البيت مسرع أنا قعد طول حياتي وأنا مسرع لا لا رأيت طفلا باكي إن هذا الطفل يقعد طول حياته يبكي لا لا وإنما الحال ينتهي بسرعة ما فهم يعني مش يعني ينتهي عنده مدة زمنية معلومة وينتهي ما فهم إذا مسرعا خرجت من البيت كيف مسرعا إذا مسرعا حال منصوب وعلى منصفه الفتحة الظاهرة على آخر ما فهم إذا هذا قلنا بالنسبة إلى الدرس الأول اللي راح يطحنا إن شاء الله فرضا واختبارا حذار إذن يلا الدرس اللي بعده هو اسم الفاعل واسم المفعول لاحظوا مليح ما لازمش نخلط بينتهم نبدأ باسم الفاعل أو يقول لي يصاغوا من الفعل المبني للمعلوم يصاغ مع تنجيبه اسم الفاعل أو يقول لي نجيبه من فعل المبني للمعلوم مع تنجيبه من قام بذلك الفعل عفوهم يعني عندنا فعل مبني للمعلوم معتها نعرف ش认 يلا هو صاحب الفعل معتها اسم الفعل هو صاحب ذك ملي قام به ما فهم يرفع الفاعل معتها اللي وراه الفاعل نعرفه باللي مرفوع بظمى نعطيكم مثال على اسم الفاعل كما واهب مادح فاشتح عرفوا أبنائي سؤال يطح عليكم هكذا يستخرج من نص اسم فاعل دوما اسم الفاعل يأتي على وزني فاعل معنا تشوفوا مادح فاعل وزني فاعل لو طالع كيما هي يتكتبوا كيف كيف سواء العدد الحروف ولا التشكيل واهب كاتب داخل إلى غريضاك ما فهم هذه من الأحسن أنكم دوما تشوفوا الوزن إذا صبتوا على وزني فاعل تم تم ما كلا ما تشوفوا هذا تعرفوا باللي اسم فاعل اسم المنفعود نفس الشي يصاغم قلنا من فعل المبني المجهور معنا لا أعرف ما قام بالفعل يقع عليه الفعل ويرفع نائب الفعل لأنه علاش ما عندوش فاعل وإنما عندو نائب فعل مبني المجهور إذا يأتي على وزني مفعول شوفوا اسم المفعول يأتي على وزني مفعول اسم الفاعل يأتي على وزني فاعل نخدو مثال موهوب على وزني مفعول ممدوح كلها تأتي قلنا على وزني مفعول هذه كيف كيف في قدر يقول لي استخرج من النص يلا الدرس كذلك اللي بعده وهو التوكيد إذن يلا أبنائي ما معنى التوكيد التوكيد هذا راح يعني حتى للسنوات المقبلة إذن نتبعوه شنو هو التوكيد قال لي هو تابع معنى يجي حاجة كما نقوله كلمة تبع يذكر في الكلام لدفع ما قد يتوهمه السامع مما ليس مقصودا وهو نوعان معنى كليزا من معني به يلا نوعان تعوه نشوفوا الأمثلة باش نفهمه عندي توكيد لفظي وتوكيد معنوي التوكيد اللفظي هو تكرار اللفظ السابق سهل جدا توكيد لفظي مع ظهر أني نكرر الحاجة نعطيكم هو هو المجد الكتاب والكتاب المفيدة راني نقول باللي باش سامع تم تم يقعد كي يسمع هو هو المجد تم تم ينتابه مفهوم إذن هذا وش نسميه كي نكون نكرر فأسميه توكيد لفظي يقدر كذلك يقول لي سواء الكتاب ذو من الإعرب دوزيم هو التوكيد توكيد اللفظي مرفوع بالضم الظاهرة على آخر واللي يقول لي سخرج من النص توكيدا لفظي أن اللفظي معنا نعود الكلمة زوش خطرت توكيد معنوي لا يذكر بعد الاسم السابق لأحد الألفاظ التالية نفس عين كل جميع عامة كلا كلتا وأجمع إذا لقينا هذا فهو توكيد معنوي نخد مثال رأيت الرجل نفسه في السوق إذن ها هي عندي نفسه فهو توكيد معنوي أحب الصادقين أحب الصادقين كلهم إذن كلهم فهو توكيد معنوي إذن هادي سواء إذا قل جبديلي من النص نجبد وحده من هادو يعني كي نسرت جميع هادو كل هادو دوم يتكرروا في النص ما فهم نستخرج سهلين إذا قل عربه سهل فهو توكيد معنوي مرفوع على ما ترفعه الظاهرة على آخره وهو مضاف ولها مثلا إذا كانت عندي ضمير متصل في محل جري مضاف إليه كذلك الدرس اللي بعده قرينا الألف اللينة في الأفعال والأسماء إذن قبل لازم نعرف وشنو هي الألف اللينة إذن ألف لينة سواء رح تكون ألف عادية أو ألف مقصورة ونلقاها نلقاها في الأخير سواء في آخر الفعل أو آخر الاسم نخد مثال نوى الطفل الصيامة غدا مع أنت هادك الطفل نويصون غدا من ذاك شوفوا ألف مقصورة دل الأستاذ من التلميذ معتها طابس عندي ألف طلعا التقى الولد مع الفتى لاحظوا ألف مقصورة ضرب المشاغب بالعصى أو ضرب المشاغب بالعصى إذن تلاحظوا باللي هذه هي وشنو معتها الألف اللينة سواء نحتكون وشنو قلنا ألف مقصورة أو ألف عادية إذن القاعدة التاعي وش كيف أقول الأسئلة كيف أش يتحولي يقولوا للألف اللينة هي ألف ساكنة غير مهموزة معتها ما نقدش نلقاه فيها الهمزة في الأخير وما قبلها مفتوح تلاحظوا شوفوا ناوة دانا التقى فتعصى دوما دوما الحرف اللي قبل الألف اللينة رح نلقاه فيه فتحة هذه باش نمرقولها باللي راني في الألف اللينة وتكتب وسط الكلمة نقدر أيضا نلقها في وسط الكلمة ولا آخرها مستحيل يعني في الأول هذيك من سميهاش ألف اللينة مفهوم إذن سواء نلقاه في الوسط كما سماء شوفوا ما قبلها مفتوح وهي آلف إذن هذه الجد في الوسط ولا في الأخير كما شفنا الأمثلة تعالى لكن لا تكتب في أول الكلمة يلا تكتب الألف اللينة سواء في الأفعال أو الأسماء الثلاثية ونقدر حتى نلقها في الحروف كما حتى عالى إلى غير ذلك طبق أستاذة كيفاش طيحنا سواء أبنائي يقول لي أكمل كتابة الألف اللينة كذا بالعصى ولا يستخرج من النص فعل عفوا ألف اللينة سواء يقول لي يقول لي بل يستخرج هالي في فعل ولا اسم إذا ما قالي ش نستخرج هالي وش نحب حذاري أبنائي لا مكاش قاعدة اللي تقول لي وقتاش ندير المقصورة وقتاش ندير هذه اللي طالعة إذن علينا وعلى شبكري كانوا يقولون في الابتدائي لازم علينا الإملاء هو اللي يعطيني الألف إذا تكون مقصورة أو عادية نفهم إذن هذا بالنسبة قلنا إلى درس الألف اللينة درس كذلك راح نشوفه في الفصل الثلاث وهو الت في آخر الكلمة نضغط تلاحظوا باللي هذي دايما تتعاود نضغط كيفش تكتب وقتاش نكتبها مربوطة وقتاش نكتبها مفتوحة إذا نبدأ في الأفعال شوفوا في الأفعال منكس شراصي كل فعل فتاؤهم مفتوحة شربت دخلت خرجت إلى غري ذلك كل الأفعال نشوفوا إدارة نندير فعل مفهوم عندها كين في حركة فهو فعل إذا ندير تاء وهو مفتوحة حداري ندير تاء المغلوقة مثلا في دخلت ولا كتبت إلى غري ذلك ننح نديرها مربوطة عيب مفهوم يلا في الأسماء عندي وعندي كين اللي عندي نديرها مفتوحة وكين اللي عندي نديرها مربوطة أو يقول لي تكتب التاء في نهاية الكلمة مربوطة في جميع الأسماء إلا في تلت حالات مع تنتم في الأسماء 80% كامل تكتب التاء مفهومة مربوطة مثلا عندي عندي حمامة ظلمة إلى غري ذلك هدو كامل أسماء نحط التاء مربوطة إلا في تلت حالات يلا نشوفوا وقتش تلت حالات إذن اسم ثلاثيسة كين وسط مع أن تكيكون عندي اسم فيه تلت حروف والحرف الوسط فيه سكون تكتب التاء مفتوحة بيت زيت حود توت هدو كامل تاء مفتوحة كيكون عندي جمع المؤنة سالم معتها بزاف بنات معلمات تلميذات مصطابات صبورات إلى غري ذلك دوما وشنو التاء تكتب مفتوحة وبعض الأسماء المذكرة كيما عندي نابات سوبات هدو قلنا الحالات الخاصة إذن حداري نقول لي ما نغلطش في كتابة التاء لأنه رح يقول لي أكتب التاء ولا عالي الكتابة التاء في هاته الكلمة مفتوحة أو مربوطة والدرس الأخير هو العلامات الإسم معنتها كيفش نعرف بليه هذاك إسم ومشي فيها سهل جدا إذن هو يقول لي الإسم نوعان سواء حيكون عندي إسم مذكر أو إسم مؤنث سهلا معكاش عندي يعني حاجة وحد وخرى نفهم هدك الجمع ولا المفرد هدك حاجة يعني مفرغ منها جمع معتها حاجة بزاف مفرد معتها وحدة إذن يلا نشوفوا الإسم كيكون مذكر قلي هو كل ما دل على ذكر من إنسان أو حيوان أو نبات أو ما أشير إلي بهذا إذن أي حاجة نقول عليها هذا فهي مذكرة مسحينا نقول هذا فتاة ما فهم الله هذا صبورة إذن قلنا كل ما دل على ذكر فهو مذكر هذا الإسم المذكر مفهوم يلا المؤنث هو كل ما دل على مؤنث من إنسان ويقدر يكون حيوان أو نبات أو شيء أو ما أشير إليه بهذه إذن كذلك مستحي نقول هذه ولد ولا هذه يعني هذه دوما نقولها للمؤنث مفهوم إذن سهل جدا هذا يعني درس سهل جدا جدا علامة التأني في الأسماء المؤنثة قلناها مفهوم إذن قلنا تأقتش نكتبها مربوطة في الأسماء مفهوم نبيلة آميرة صافية إلى غير ذلك عندنا الألف المقصورة يعني لحن ندير مراجعة هذه الألف المقصورة تكتب على شكل مستش كما مستش سلمة سلمة ليلة إلى غير ذلك الألف الممدودة لا أبناء الألف الممدودة دايما نجي ألف ومورها همزة ما فهم هذي وش نسميها نسميها ألف ممدودة كما أسماء ميساء إلى غير ذلك هذو كي تكون عندي وشنو كي يكونوا عندي أسماء مؤنفة إذن أبناء بناتي هذا كان بالنسبة لنا الملخص شامي لجميع دروس الفصل الثالث في اللغة العربية للأولى متوسط كالعادة أبناء رح نديروا الوضعيات الإدماجية ورح نحلوا الفرد والاختبارات إن شاء الله بش نكونوا واجدين مئة بالمئة كالعادة اللي عنده أي سؤال لا يسف ساري خليوا لي في التعليقات نجاوب إن شاء الله على في أقرب وقف ممكن وكما نقولكم بتوفيق إن شاء الله